موسيقى على الرغم من الاعتقاد العام بأن طبيعة الدراسة في كلية الطب تجعل من العمل النقابي آخر الأولويات ولكن الواقع عكس ذلك تماما حيث تعتبر انتخابات كلية الطب من أقوى الانتخابات الجامعية ما يميز انتخابات كلية الطب التقارب بين الأرقام حيث كان فارق الأصوات بين القائمة الطبية والقائمة الأكاديمية في الانتخابات الأخيرة تسعة وثلاثين صوتا فقط مبارك كلية الطب أنا أعتقد أن رغم الأكاديمية بالنسبة لي كان مفاجأة لماذا؟ الأكاديمية ما كانت مبينة عدل في الساحل معنا العام حللت نهاية توزي الكلية يأتخذ الكلية لأنا شفتها بآخر يومين فاجأتني القائمة الأكاديمية التحليلي الخاص أنه أعتقد هالسنة إذا ما قلصوا الفارق بشكل كبير أعتقد الأكاديمية راح تقول كلمتها لكن العام القائمتين تفاجأوا في القبول المباشر لأن من العام بدأ القبول المباشر يعني صار الطلبة يدي الشون دائرة كلية الطب في السابق كانت يشون كلية الطبية هذي واحدة الأمور اللي رفعت من الأرقام بعيدة يعني الأرقام هذه بالنسبة لهم يعني طفرات أول ما كانت شي دي تكون الأرقام شوف أي شوف أي تغيير في نظام في شريحة المصوتين تسوي ربكة في الأرقام يعني يسوي ربكة في الأرقام فسوي تغيير في الأرقام لكن من اللي يستغلها يعني هو اللي يكون أنا توقعت الأمانة لما تغير النظام العام الماضي توقعت أنها تهتزل قائمة الطبية أنا ويأكل أي لكن ثبثت مع هالتغيير فبالتالي ثباتها يعني ما راح يكون مستغرب العام القادم هذا تغيير الأرقام كلية ما فيه ما في الفرق فيها موايد خصوصاً كلية فيها خصمين فقط صحيح الطبية والأكاديمية أكاديمية ما تستهين في قدراتها في التواصل الطلبة لها قدرة رهيبة في التواصل الأمانة يعني